قال أستاذ عبدالسطار حتيتة كتب الصحفي متخصص في الشأن الليبي أستاذ عبدالسطار الآن هل ترى أن المنافسة ستكون حفطر القذافي أو حفطر سيف الإسلام أم أن هناك مترشحون آخرون ممكن نراهم على الساحة؟ هناك طبعا كثير من المترشحين لكن هناك وقفة فيما يخص ترشح سيف الإسلام الجدافي والمشير خليفة حفتر يعني خلال السنوات الماضية تحركات المشير خليفة حفتر كانت نستطيع القول كانت مسنودة بأنصار أو بقطاع من أنصار النظام السابق بمن فيهم من شاركوا في العملات العسكرية وطرد الإرهابيين والميليشيات المسلحة من الشرق ومن الجنوب ومن كثير من المناطق في ليبيا لهذا يمكن النظر إلى ترشح سيف باعتبار أنه يخصم من الرصيد الانتخابي للمشير خليفة حفتر وهذا طبعا مؤشر متير للانتباه ويؤدي إلى إعادة الحسابات فيما يتعلق بكل المرشحين وأيضا يضع نوع من التساؤل حول ما إذا كان سيف الإسلام سيستمر أم أن هناك طعون سوف تقدم وسوف يسحب ترشحه في اللحظات الأخيرة إذا حدث هذا فسيكون هناك احتمال كبير لفوز المشير خليفة حفتر أو على الأقل دخوله في منافسة قوية مع باقي العناصر خاصة أن المرشحين للرئاسة الذين ينتمون إلى مدن قوية عسكريا وشعبيا كمدينة مصراتة هم كثر ويتنافسون بين بعضين بعضا وبالتالي يمكن أن نرى ما يمكن وصفه بمرحلة تكسير عظام ما بين الدبيبة إذا ترشح فاتح بشاغة وزير الدخلية السابق إذا ترشح كذلك أحمد معيتي جناب رئيس المجلس الأعاسي السابق إذا ترشح يعني كل هؤلاء ينون الترشح في الانتخابات بمن فيهم عبد الحميد الدبيبة رئيس مجلس الوزراء الحالي بس الدبيبة كيف يترشح وهو يعني المفروض أنه وقع على تعهد بعدم الترشح هنا تولى هذه السلطة يجب أن يستقيل على ما أظن تبقى للقواعد نعم هناك بند يعني لا أعرف لماذا يغيب عن كثير من المراقبين وهو أن مجلس النواب قرر يوم 21 سبتمبر الماضي يعني منذ أكثر من 90 يوما عن موعد الانتخابات في 24 ديسمبر المقبل قرر مجلس النواب سحب الثقة من حكومة السيد عبد الحميد الدبيبة وهناك بند في القانون الداخلي لمجلس النواب اللي تسمى باللاحة الداخلية هذا البند رقم 194 يقول أنه في حال سحب الثقة من الحكومة تعد في حكم المستقيلة بمعنى أن السيد عبد الحميد الدبيبة يستطيع أن يأخذ هذا البند ويذهب إلى المفروضية للانتخابات ويقدم أوراقه ويقول أنه مستقيل منذ 21 سبتمبر الماضي لم نرى حتى هذه اللحظة وما زال هناك وقت ولكن لم نرى ظهور إخواني للطيارات المسنودة إخوانيا في هذا السباق هذا يفسر الهجوم الكبير لجماعة الإخوان على العملية الانتخابية برمتها وعلى القوانين التي أقرها مجلس النواب وعلى موعد الانتخابات والتهديد والتألويح وتقديم الطعون وغيرها جماعة الإخوان ليس لديها شعبية في ليبيا وهي مكروهة إلى حد كبير وأيضا هي تعتمد على بعض القيادات الموجودة في بعض المواقع أو تسللت إلى بعض المواقع خلال السنوات الماضية أبرز هؤلاء في الوقت الحالي هو خالد المشري رئيس مجلس الدولة وهو مجلس استشاري تم استحداثه في اتفاق الصخيرات أواخر عام 2015 جماعة الإخوان تستطيع أن تناور وتستطيع أن تبحث عن وجوه لا ترتبط بجماعة الإخوان يعني وجوه تبدو كما لو كانت بعيدة عن الجماعة لكن تنفذ رغبات وطموحات الجماعة في نهاية المطاف يمكن القول أو باختصار يمكن القول أن جماعة الإخوان تشعر بأنها ضعيفة وبأنها قد تتلقى الضربة القاسمة بعد أن تلقى الضربات في تونس وفي المغرب وفي مصر وفي عديد من بلدان المنطقة خلال الفترة الأخيرة وماذا عن المستشار عقيل صالح؟ هل نتوقع أيضا ترشحه؟ والله يوفق المصادر المقربة منه تقول أنه سيتقدم بأوراقه وإذا تقدم بأوراقه سوف يسهم في لخبطة الوضع لأن إذا المستشار عقيل صالح رشح فهذا سيخصم أيضا من أسهم المشير خليفة حفتر إلى حد كبير لكن نعطي مساحة للمناورات يعني يمكن أن يكون هناك أكثر من مرشح يعبرون عن جبهة واحدة وفي نهاية المطاف سوف يتنازل هذا لذاك أو ستحدث نوع من المواعمات ونوع من التنسيقات في العملية السياسية العمليات السياسية دائما هي تجري هكذا فننظر ونتابع ونراقب المستشار عقيل صالح إذا خضى الانتخابات وجها لوجه مع المشير خليفة حفتر وباقي المرشحين فسوف يقلل من فرص المشير خليفة حفتر ولهذا أنا أقول أن هناك مساحة للوضع في الاعتبار التربطات السياسية والتفاهمات السياسية في محاولة لكسب أكبر قدر من الأصوات هذه الجباة وآخر موعد للترشح متى؟ يوم مفروض بعد خمسة أيام يعني يغلق باب الترشيح باب تبقي الأوراق لجنة الانتخابات فيما يتعلق بانتخابات الرئاسة لكن انتخابات مجلس النواب مستمرة يمكن تقريبا عشر أيام أو حول ذلك أعتقد فيه ستمية أقدموا حتى هذه اللحظة نعم لكن مقارنة المرشحين لمجلس النواب حتى الآن مع المرشحين للانتخابات الرئاسية تعتبر نسبة المرشحين للانتخابات الرئاسية كثيرة للغاية يعني مقارنة بيه المرشحين لمجلس النواب أنا بشكرك أستاذ عبدالستار حديثة كاتب الصحفي متخصص في الشأن الليبي ونحن نفضل نتابع هذا الأمر ليبيا مهمة جدا بالنسبة للشأن المصري ونتمنى الاستقرار لليبيا ولشعبية ونتمنى إجراء انتخاباته هذا الموقف المصري عايزين انتخابات لكي يختار الشعب الليبي رئيسه ونوابه وأيضا خروج المرتزقة من الأراضي الليبي